بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر السادس بعنوان Properties of Section Moment of Inertia في جزئها الخامس عشر إن شاء الله رح نتناول اليوم Moment of Inertia of Mass وأيضاً Parallel Axe Theorem بالنسبة للمass نبدأ بالMoment of Inertia of Mass angular acceleration about an axis A A dash of the small mass dm due to the application of a couple it is proportional to R تربية dm رح نسمي R تربية دلتا m the moment of inertia of the mass دلتا m with respect to the axis A A dash For a body of a mass The resistance to rotation about the axis A A dash It is written as follow I بتساوي لو مثلا افترضت انو عندي هنا delta M1 وهنا delta M3 وهنا delta M2 I بتساوي R1 تربيع delta M1 وهنا R2 تربيع delta M2 وهنا R3 تربيع delta M3 مع عدد differential mass اللي موجودين هنا متعرفوا انو هنا الbody هو عبارة على العديد من الparticles فكل واحدة رح تكون عندها mass معينة وبحسب عدد المasses هذن بكتب تكتبها كلا او باختصار بنكتب هي بتساوي الانتغرال of R تربيع دي M ورح نسميها mass moment of inertia بالنسبة للradius of gyration for the concentrated mass with equivalent mass moment of inertia بتكتب هي بالطريقة التالية I بتساوي K تربيع M يعني radius of gyration بتساوي root square of I دي هي mass moment of inertia على المass الان لو قارن بينها وبين الarea يعني هنا بنهتم بال moment of inertia of a mass لو كنت بتكلم على الارية اللي احنا شفناها في الجزء السابق بالنسبة للارية بدل انك تكتب integral of R تربيع دي M رح تكتب integral of Y تربيع دي A طالما تشتغل على الارية رح يكون هنا دي A هنا تشتغل على mass في دي M بالنسبة للradius of gyration للارية رح يكون K بيساوي root square of I اللي هي moment of inertia of an area divided by the area A فبتشوفوا هنا الفرق هنا بنستعمل المass moment of inertia of mass بنواصل معها لكن الان with respect to an axis مثلا Y نحن نكون اكثر دقة الار تربيع هذه زي ما تشوفوا هنا بتساوي Z تربيع مع X تربيع عوضت الار تربيع هنا بZ تربيع مع X تربيع نظري Pythagore similarly بنفس الطريقة اكتب IX وهنا بتعوض الار تربيع بY تربيع مع Z تربيع وهنا Iz بتعوض الار تربيع بX تربيع مع Y تربيع وتكتب بالطرق هذه الـ IX والـ IY والـ IZ بالنسبة لل international system of units تعرفون أنه هنا في المومنت في نرشيا عندي ديستنس تربيع وعندي ماس الماس بالكيلو جرام والديستنس بالمتر تربيع بالنسبة لل American customary unit system طبعاً المومنت في نرشيا في الماس بتكون سلاق ضرب في التربيع السلاق هو عبارة على pound ضرب second square على feet وطبعاً لو اختزلت من هنا ومن هنا رح تحصن على pound feet second square هذا بالنسبة للوحد لكن نحن عموماً رح نقتصر على international system of units في تمانيننا وحتى في الاختبارات for the rectangular axis with origin at all عندي هذا system متع المحاور x y وz هذا x وهذا z وهذا y المحاور هذه رح أكتب من خلالها mass moment of inertia i x وفي نفس الوقت عايز أجد العلاقة اللي بينها وبين moment of inertia اللي في المحاور اللي بتعدي بالg x y z طبعاً أنا هنا y تربيع وقلنا احنا اولاً i x بتكتب integral r dm طبعاً هنا r تربيع عوضناها y تربيع مع z تربيع وال y في حد ذات هذه رح اكتبها y dash مع y bar والz نفس الشي z dash مع z bar لو الحين عملت distribution بالنسبة للانتغرال تحصل على الكتابة التالية ونفس الشي تقدر تطبقه يعني كنتيجة نهائية تحصل i x بتساوي i bar x dash هذه بالنسبة للمحور اللي بعدي بالسنترود أو بالسنتر g center of gravity g وهنا plus the mass وهنا هي y تربيع مع z تربيع هي r تربيع نفس الشي تقدر تكتب أيضا i y with i z في علاقة مع i bar y dash وال i bar z dash لو عممنا الحكاية هذه عموما لو عندي أي جسم عنده mass m وعايز تنتقل بالmass moment of inertia من نقطة إلى نقطة هنا رح i بتساوي i bar plus mass ضرب distance d تربيع وهي distance ما بين المحور b dash b b dash a dash وتقاس بصفة عمودية خلي بالك لو قارنتها الحين بالarea moment of inertia بالنسبة للarea ولا بنسمي هنا parallel access ثورا بالنسبة للarea احنا كنا بنكتب i بتساوي i dash أو i bar plus area ضرب d تربيع يعني الحكاية سهلة بالنسبة الفرق بين mass والarea هنا عوضت area a بالmass سواء كان في الكتابة متاع parallel access theorem في الكتابة متاع moment of inertia أو في أي كتابة أو في كتابة radius of gyration شكرا على الانتباه شكرا موسيقى